اول شي ندخل على محرك البحث جوجل ونكتب بوابط الكويت التعليمية وبعدين اضغط على اول موقع اللي هو هذا اللي تشوفونا قدامكم بعدين انزل تحت شوية مكتوب هني للحصول على اسم مستخدم وكلمة السر اضغط هنا بعد ما نفتح هذه الصفحة انت كطالب تقدر تسوي حساب تحط رقمك المدني ورقم مسلسل اللي موجود خلف البطاقة المدنية مثل ما تشايف اذا انت كمعلم تقدر تحط رقمك المدني ورقم الملف اذا انت كولي امر حط رقمك المدني ورقم مدني حق اي احد من ابنائك ورقم مسلسل اللي خلف البطاقة المدنية خلنجرب الحين دي بنسوي كطالب الحط رقم المدني للطالب بعد ما انتهيت من وضع الرقم المدني للطالب ورقم مسلسل اقول له بحث تفتح لي هذه الصفحة يقول لي يلا أنت لحين تعكدنا من بياناتك من رقمك المدني ورقم المسلسل ألحين حط رقم سري خاص فيك أنت كطالب بعد ما تنتي من كتابة الرقم السري تقول له تسجيل شذي أنت سويت حساب وحطيت رقم السري أما ذنت معلم تحط رقمك المدني وبعدين رقم الملف بعد ما انتهيت من كتابة رقم المدني ورقم الملف أقول له بحث لاحظوا شين يقول لي يقول لي أنت ترى مسجل مسبق وممكن تطلع هذه الرسالة حق أغلب المعلمين أنت ترى مسجل من زمان فش تسوي تقول له في حال نسيان كلمة المرور تقول له أغغط هنا يفتح لي صفحة يقول لي حط رقمك المدني وبعدين رقم الملف وبعدين رقم تليفونك وبس تنتهي من تعبة البيانات تقول له تغيير كلمة السر بعد ما انتهينا من إنشاء الحسابات ننتقل الحين إلى أوفيس 365 علشان نفعل حسابنا بشركة مايكروسوفت دعونا نشوف الطريقة ندخل على محرك البحث جوجل ونكتب أوفيس أول واحدة تطلع لي 365 أقول له تسجيل دخول بعدين تطلع لي هذه الشاشة أقول له sign in بعد ما ندخل هذه الصفحة أحط إيميلي إيميلي لازم يكون بدايته ذلك أنا طالب S وبعدين أحط الرقم المدني بعدين أكتب at moe.edu.kw تمام أقول له next يبقى مني أحط الباسورد أي باسورد اللي حطيته في البداية تذكرون هو نفسه أقول له sign in أقول له next هنا شون يطلب مني يطلب مني يطلب مني يحط تليفوني ولا إيميلي أقول له أنا بحط تليفوني يوصل لك رسالة ولا إتصال أقول له text يوصلني رسالة الرسالة هذه من شركة مايكروسوفت فيها code أقول له تفعيل خلاص أقول له finish بعدين يقول لي يلا يس مو مشكلة أقول له يس طبعا هنا ترحيب للطالب حياك الله محمد بعد ما انتهيت الحين خلاص ترى انتهينا من العملية و تمت العملية بنجاح الحين أنا أبي أدخل على مثلا Microsoft Teams أروح Microsoft Teams جدي أنا دشيت Microsoft Teams عن طريق الوبسايت والأمور تماما الحين إذا أنت معلم أول حرف T وبعدين تحط رامك المدني نفس الشيء هذه ثابتة ما تتغير عند الكل سواء كان طالب ولا معلم ولا أولي أمر أقول له next بعدين يطلب مني هني الباصول اللي حنا حطيناه مع بعض في بداية الفيديو اللي هو بوابة الكويت التعليمية أقول له sign in next نفس الصفحة اللي كانت تطلع عند الطالب أيضا تطلع عندي هني أنا كمعلم أحط رغم تليفون ولا أحط إيميلي رسال رسالة طبعا أنتظر رسالة توصل بعدين أقول له تفعيل خلاص تبت حط إيميلك عادي ما عندك مشكلة أقول له finish أتأكد أقول له yes عادي خلاص الحين يقول لك أنت كمعلم خلاص انتهيت وسويت الحساب والأمور كلها طيبة تبدش على Microsoft Teams نفس السيناريو تدخل والأمور كلها طيبة يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر